السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة مطبخ الصغير. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا هذين وجدوا الحم بطريقة ديال الشوات الماء. كيجي رائع في المدق كيجي بنين صارحة وكيوجد بصورة كيوجد في واحد برقياسي وكيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوها. بالنسبة للمقادر. لدينا مقادر قليلة كنحتاجه لحم. الحم سواء تكون كنجلي او لطرية انا هنا خرجتها كنجلي. لان انا ما كنت معقولة غنديرو خرجتها خدمت بها ديريكس ما شي مشكل. عندي نسكاس ديال زيت. كاس الى ربع ديال ما مرقد فيه زفر الحور. وعندي الكمون. والملح. فقط هذه هما المقادر اللي كان نحتاجه. وكيوجد حتى في طياب وكيوجد دغياء. هنحط اللحم في الكوكوت. وهذه نزيد المقادر كلهم في دقة واحدة. كما كنت شوفوا معي. هنتما الحم. هنا رأي ندي الطرفة كنجلي. من هذه الطبعة ستكون كثيرة. سوف نزيد المقادر صغيرة عمرة ديال الكمون. ومقادر صغيرة مع مراش بزاف ديال الملح. كما كنت شوفوا انا جانية القيس هو هادا. كنتما ممكن من التطيب والضغط. سوف نزيد الماء والزيت. سوف نحرك مزيان الكوكوت. نسد عليها محتها على البطا. سوف تصفر الكوكوت ونقصها على نار مهيلة. سوف نقوم بتقريبا 30 دقيقة من بعد حليت عليها القطاعية. بالنسبة للمرقة اللي كي يبغي المرقة كثيرة. هذا هو القياس. اللي ما بغيت للمرقة. يخلي حتي نشوف مزيان ويحطوا. بتي تتمشوات الماء. لانا وتيكون فيها كغير الماء. انا كنخلي في المرقة لانا والذي كي يبغيوها. كنحطوه في التبصيل او للطاجين او لفشما وبيتو تغرفوه. وكنحط للمرقة شوية ويلخصتنا عودتاني كي يعود نزيدها. اللي عنده الدراري كي يبغي المرقة بزاف. وكانتمنى الوصفات كنالت اعجابكم. هذا هو الطبق كي كتشوفوه كي يجي كي يجي رائع وسهل في تحضير بزاف. اذا ما يلاقفتو عليه ضغيات توجده. كنت من الوصفات كنالت اعجابكم. ما تبخلوش عليها بتعليقكم. ويلاج بدكم قناتي. ديروا جيم وشاركوا. وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وبرتجوا مع اصدقائكم. استودعكم والله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.